عادة أول فقرة بتكون عندي اسمها فقرة الترابيزة لكن حلقتك هتكون مختلفة لأن بدايتي هتكون مختلفة لأن الترند أو اللي حصل من اليومين اللي فاتوا حكم علينا بداه اليومين اللي فاتوا السوشيال ميديا والقنوات وعنوين لكلام قالته الكاتبة والنائبة فريدة الشباشي على موضوع وحتى يمكن كمان قناة الجزيرة اختصرت الكلام أو اقتبصت الكلام أو اقتطعت من الكلام وقالت فريدة الشباشي عن أنه والدتها كانت بتديها بيضة وبتدي أخوها بالطين تمام فتعليقك ايه أو شفتي أنه ده بقى ترند في أقل من يوم أو يومين شفتيه ازاي طبعا أنا كنت بتكلم مع الصديق العزيز حمدي رزق يعني بشكل تلقائي زي ما انت بتقولي كده أنا دايماً بتكلم بشكل تلقائي فأنا بتكلم عن العادات الاجتماعية عندنا يعني ما جبتش سيرة وما كانش في مجالة جيب سيرة الدين لما بيسألني عن حاجة دينية وبعرف بجاوب لكن اللي أنا بقوله أن أنا وانا صغيرة لما بنتكلم عن التمييز بين المرأة والرجل فقلت وانا صغيرة كانت أمي بتديني أنا بيضة وتدي أخوها تنينة أقولها ليه أنت عارف أنا متمردة طول عمري فتقولي هو ولد يعني فما كنتش فاهمة يعني إيه الميزة بتاعته عادي إحنا كبرنا فين الولد درح فين موجود يعني محدش يسمع عنه حاجة يعني المهم الغريبة بقى في الانحطاط بتاع من يدعونا أنهم يدافعون عن الإسلام لأنه هم بيدعو عليك يعني بينسبولك أشياء غير حقيقية بدليل أن أنا والدتي مسيحية لك هتكلم ضد المواريس ولا تلاقيها عارفة المواريس دي إيه ولا أنا جبت سيرة المواريس أساساً لكن بينسبولك حاجات علشان هم يبتل لا أنا ما باهتمش بيهم أنا بشوف بس أنه واحد مثلاً يكتب وفريدة الشباشي قالت كذا وده ضد المواريس في الإسلام مواريس إيه أنا بتكلم على الفطار وإحنا بناكل فبتقولي أنت كذا وأخوكي كذا يعني لسه ما متناش وما فيش مواريس في حاجات غريبة جداً 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 أنت عارفة أنا فقدت ثقتي تماماً في السوشال ميديا والتعليقات بتاعتهم بعد ما أيقنت أكتر من مرة أنهم محترفي كذب يعني الكذب عندهم احتراف اللي بيعلقوا كده أنا معرفش هم مين مثلاً أوليلي مثلاً توقعاتك يكون مين وراء اللي حصل على السوشال ميديا الفترة أنا رأيي لجان الإخوان آه لجان الإخوان أنا رأيي كده آه لأنه أنا ما كنتش عمري مخوفة وخاصة أنه قناة الجزيرة تدخلت مثلاً شتمتني برطو لا أخدت العنوان ونزلته خبر رئيسي عندها بص يا أميرة أنا عايزة أقولك على حاجة أنا عارفة عارفة حياتي عارفة أنا إمتى تجوزت عارفة أنا إمتى اقتنعت بأن أنا أعتنق الإسلام عارفة إن أنا إمتى خلفت عارفة إن أنا إيه الوقاعة اللي حصلت في حياتي عارفة خطواتي أنا ببصة لقيها حاجة تانية خالص مكتوبة عندهم حاجة تانية خالص لدرجة إنه كان في فترة بعد الثورة على طول الأولانية يعني وأيام سطوة الإخوان كان فيه كتير من الوجوه البرزة معهم وتطلع تقول إن أنا اعتنقت الإسلام حتى أحارب الإسلام تخيلي الإسلام العظيم ده اللي فيه مليار وشوية تيجي واحدة قد كده تحاربه طبعاً تواريخ اعتنق الإسلام كذب تواريخ زواجي كذب تواريخ خلفة النبيل كذب كله كذب فأثق فيهم إزاي إذا كان أنا المتعلق بي أنا وبشخصي وببص كده بلاقي حاجة غير اللي أنا عاشتها وغير الواقع بتاعي يعني حريك بتقولي إنه احتمال كبير جداً إن اللي جان الإلكترونية التابعة للإخوان تكون هي اللي وراء التصريحات السخيفة أو تحريف تصريحك لأنه كانت الحلقة إطارها عن تمكين المرأة وكذا وكذا ترجمة نانسي قنقر